بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ونحط الله وبركاته سعيدين جدا اليوم في هذا اللقاء انه نلتغي بشخصية يعني انا بحتبر شخصية عالمية قولي ما اتكلم عنها كشخصية سودانية او كعربية او كافريغية وحاوريكم ليش انا بتكلم عنها كشخصية عالمية لأسباب كثيرة جدا لكن في البداية عشان انسأل بشاهدونه لأول مرة دجزوا من مشروع ضخم جدا بنجوم بيوفي جارعة الساسكس بالتعاون مع كان مع اليونيسكو والمشروع ده بدأ فكرة بسيطة جدا كان عن نقل الخبرات والمعرفة والتكنولوجيا بالمهاجرين خارج بلدانهم لبلدانهم الاصل والمشروع تطور وركزنا فيه كان عن السودان كتير وعملنا طبعا فيه حلقات كتيرة جدا لكن مع التطور بتاع التكنولوجيا والديجيطال ريفوليوشن اللي انتم تابعينها كلها يعني فيه بحيث كتير عملت اثبتت انه الفيديو بيجيب مفعول اكبر كتير من الخلام المغروء والمكتوب مع انه شتين نحن بنكتبه بنطبع ونحن كل منشوراتنا موجودة في الوابسايت اونلاين اي حاد بيعمل لها داولود لكن لجينا انه بالذات الشريحة بتحت الشباب اللي نحن بيهتم بها اهتمام شديد بيفضلوا يشوفوا الفيديو هادي في الموبايل لانه بيديوا فرصة فيه جيزه كبير من الانتراكت مع الطبيعة الموضوع خاصة انه بنناقش قضايا كبيرة في هذا المشروع المشروع الحمد لله نجاحوا بيوليجا رزبوز كبير جدا من المتحدة وعندنا الفيديوهات كلها موجودة بنحاول دايما في الفيديوهات دي انه في البداية نضي الضيف فرصة يعرف نفسه وبنديوهات ديكتين ادي الناس فكرة عن خبراته و والكونتريبيوشن العمله في مسيرة حياته لكن ضيفنا اليوم يعني بالضبط الكلب بتاعت غانيه عن التعريف دي حاصل عليه نحن نتكلم عن واحد من اصغر رؤساء الوزارة في العالم وليس في السودان لو ما عندنا كلكم متابعين نحنا بنجحي يعني عندنا مبارة نشيب جوية جدا مع الونايتد نيشن كيلدرين انيونس اوارجانيزاشن بنجتهد بشدة في انه يعني نمكن الشباب من اتخاذ الغرار من انه يكونوا في الفرونت لاين في تطوير بلدان وفي السودان وفي المنطقة العربية والافريقية ومن الحياة لو لاحظتوا الناس بتناقشوا عنها بالفترة الاخيرة دي يقول لك الرئيس وزارة ما بعرف كندا فرنسا ما بعرف بلجيكا كلهم اربعين واثنين واربعين سنة ودي بيقى تظاهر ان الناس دارين الشباب يغودوا البلدان بداعاتهم لما انا بزعل في الشباب وقتلهم اتلتغي بيهم في السودان في انجلترا في اي محلة سافرتها وبزعلهم عن شخصية مهمة جدا في التاريخ السودان وتاريخ الغرار الافريقية والعربية بيقول لهم بتعرفوا الرئيس وزارة اصغر من الاثنين واربعين سنة بتتكلموا عنها دارين نطمح لها نحن في العالم العربي وفي السودان بيقول لهم ما عارفين بيقول لهم كان في رئيس وزارة منتخب شرعيا عمره ثلاثين سنة فأنا ستكون لدي البداية اللي ستخلل بها مع الصير الصادق المهدي طبعاً انا زي ما قلتها طبحت لناس كثيرة لو يواحد دائر يعني ما سنخش في نخليه ويحكي عن صيرته ساتين لانها موجودة يعني ممكن تبشر ويكافيديا بعدين افديت القريب ممكن تبشر شوفوا في الصفحة بتاعته الخاصة في حزب الامة في فيها مع اوكسفورد في المنظمات العالمية يعني شوفوا منظمات كثيرة جداً لو ما دخلتوا لها نحن نحدي كلها ممكن نعمل لها لينك بعدين في الصفحة بتاعته الصادق المهدي تشوفوا عنه سيفيهات كتيرة جداً جداً انا هحاول ارجع للسيفي بتاعته الصادق المهدي عشان للمصلحة نحن اللي يبين نتكلم على الناس وعن تاريخه لو قروا وين وعمل وشنو لانه حقيقة واحدة من مشاكل السودان اللي ايره هو اختفاء الروموديلس زمان كان عندنا ناس اللي ارجع عليهم نقول ديل دارين نكبة زي الصادق المهدي دارين نكبة رأيس وزراء عايز اكبة أصلاً لو لاحظوا في البرلمان بيفتحوا البرلمان للشباب يجيووا ويتحاوروا وحتى في واحد من الحايم في الفيسبوك اللي يمال دي لو لاحظته الولد ده ده غريباً بيقوله من جنوب السودان اللي اتكلم في البرلمان بتاع الشباب ده وحتى جيرمي كورب هو زعيم المعارضة قال ده الشباب يتكلموا عن قضايا الدولة أصلاف في البرلمان بتاعنا فالسيدة صادق المهدي ايه انا حاجت ان شاكل لك جزيلة الشكر انه استخطعت لنا من وقتك الغالي ونحن مغدلين جداً وحاولنا من زمن طويل نلتقي بك فانا دار اديك فرصة زي ما انا حاولت اشرح عليك الفكرة تحت المشروع ده كله فانت اسا حالياً بيتخاطب ناس من كل العالم بيتضمهم المنظمة العالمية التنمية المستدامة فيهم ناس عندهم اهتمام بالتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المبنى على المعرفة عن طريق المحد بتاعنا محد الشرغة الوسط لاقتصاد المبنى على المعرفة فيهم ناس كتيرين جداً بهمهم الفيديو ده من حيث بتاعت الديازبر احنا نحن عايشين بره ودارين نساعد بلدانا بالفهم ودجزوا منو اصلا بالعمل فيو ده انو نسخوا بنوصل لهم حيات مفيدة جداً في اول دقيقة او دقيقتين بالذات الشريحة بتاعت اللي يتكلم عنه هو المتحدة يسميه هوم الديجيطان ناتف المتحدة كانت التركيز بتاعت التنمية المفروض على الديجيطان ناتف اللي هم قالوا ديل من 16 ل 24 سنة وقالوا ديل لانه هم يتولدوا وعاشوا في العهد بتاعت التكنولوجيا وقالوا ديل اكتر ناس شغالين بالانترنت وحياتهم كلها بقت في الموبايل ده فالجيل ده لو دارينه نقول ليه واسه في خلاص في اجلة من دقيقتين من هو الصادق المهدي بسم الله الرحمن الرحيم اولاً انا شاكر ومقدر لهذه الفرصة لاخاطب هذه الجماعات المعنية الاهتمامي بها انا كتبت كتاب صدر قبل عامين بعنوان ايها الجيل في هذا الكتاب يصر اهتمامي جداً بالاطفال والشباب والمرأة والمقتربين او المهجريين وهذا الكتاب يخاطب هؤلاء من زاوية ما هي مشاكلهم وما هي رؤيتي كشخص مجرب الحياة العامة في ذلك انا دخلت الحياة العامة بصورة كبيرة عندما كنا في اوكسفورد اوكسفورد ليست مجرد جامعة اكاديمية فيها كل انواع العمل العام فانا كنت اعمل في كل منابر العمل العام عربية وافريقية واسلامية ويسارية الى اخره ثم قلنا هنا عندنا الاتحاد الطلب السوداني بالمملكة المتحدة والذي اتهجني يومئذ ان الذين كانوا اعضاء في هذا الاتحاد يكبروني بعشرة الى خمستاشر الى عشرين سنة لانهم كانوا يدرسون بعثات بعد التخرج من الجامعة اما انا فكنت ما زلت في الجامعة كان سني طمنتاشر ولا عندما حدث انتخاب لنا لننتخي بلنية تنفيذية فاجأني الجميع بان اعلى الاصوات اخذتها في هذه الانتخابات مع اني لم تكن عندي قاعدة منظمة هذا الذي ادخلني في العمل العام ومنذ البداية كانت عندي هذه الثقة في القاعدة الشعبية ولذلك هذه الثقة لازمتني في كل مراحل حياتي انا انتخبت بعد ثورة اكتوبر رئيسا لأكبر حزب سياسي في السودان حزب الامة انتخبت انا في عشرينيات عمري ثم بعد ذلك انتخبت رئيسا للوزراء كما قلت في الواحد وثلاثين سني وظلت هذه هذا التأييد الانتخابي ملازما لي حتى بالنسبة لامامة امامة الانصار انا حرص على ان لا تكون الامامة بوراثة او بتعيين بل ينبغي ان تكون بانتخاب وقد كان ذلك في عام الفين واثنين على كل حال هذه خلفية حياتي في العام العام وانا الان عندي مجموعة عمم او طواقي كرئيس حزب الامة وامام الانصار ورئيس نداء السودان الذي يجمع عدد كبير من الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكذلك عضو في اللجنة التنفيذية لنادي مدريد نادي مدريد هذا يجمع مجموعة 111 رئيس وزراء ورئيس دولة كانوا منتخبين ديمقراطيا وكذلك انا الان رئيس منتدى الوسطية العالمي هذه الصفات المختلفة الان امارس نشاطي عبرها ان شاء الله طيب شكرا جزيلا انا من الازلة دائرة ابدا بيت باعها السلناسة بيشاهدوا فينا والشباب بالذات واحنا شفنا طموحات وبعدين المشكلة دي ما في السودان بس شفنا في الاردن في البحرين في السعودية الشباب كله بيعني يعني فيو حالة من الانفعال بحاسي انه الدول والحكومات مش ارت في السودان بس ما قادر اتحقق له رغباته فلكن لو اخذنا الحدى بتاعت السودان والتاريخ بتاعة عائلة المهدي لاتوحادي انت بتشوف انك في في 18 سنة انت خبوق لليونيون وبقيت رئيس وزر وعمرك 31 ممكن نفسه ان البشاهد وفينا ديلي لبولك طبعا السودان التاريخ بتاعه كله مربوط بالعائلة المهدي وهي العائلة المربوطة بتاريخ السودان مربوط بيها يعني تاريخ السودان لحد ما مربوط بأسرة المهدي لانه هي الحررة السودان منه الاستعمار والتاريخ ده كله حتى اسا لو ما تمشي في المعارض هنا في البريتش بيوزيوم التاريخ المهدية موجود فلأتو حد عشان نحنا نطمن الشباب دي لأنه القصة دي ما كل آيات لأنه أنت من عائلة المهدي وإنما ممكن شاب الليلة 30 سنة لأنه فيه ربما حصلت يعني أصبح فرنسا وبتاع معرفة بنتكلم عنهم الميديا والشباب دي كمواربعين فهل يا تحادي أنت بتشوف دي كانت سكيلس أو لا شنون اللي تخلاك تقودها 30 سنة هل هي لأنك أنت من هذه العائلة اللي هي هي تعتبر أساس السودان أو لا شنون اللي بدت دي أسا للشباب تقول لهم والله أنا 30 سنة بجيتك بالرئيس المتحش يا مستمعية أنني عندما انتخبت رئيسا لحزب الأمة لم يكن هذا بتوصية من أسرتي بل كانت أسرتي ضد ذلك ولكن عندما قدمت أسرتي لليمعية التأسيسية لحزب الأمة بعد ثورة أكتوبر 1964 الجماهير ثارت وقالت نحن لا نقبل إلا فلان رئيسا للحزب للدور الكبير الذي لعبته في ثورة أكتوبر نفسها ولذلك أنا دخلت المدخل كان هو وجود ديمقراطية أدت إلى هذا الانتخاب في رأيه في عالمنا الآن للأسف العربي وعامة في الإسلامي والأفريقي هناك عجز نقص شديد في الديمقراطية وطالما يوجد هذا العجز وهذا النقص في الديمقراطية مش الشباب بس كل الطبقات حقيقة محرومة ذهما قال الشاعر يعني آفة الشرق حاكم معبود وشعوب تذلهن قيود تل الإشكال الآن ما دام السلطة قائمة على لا مشاركة ولا مساءلة ولا شفافية كما هو موجود في بلادنا وفي كثير من عواليمنا التي نعيش فيها الجميع يواجه هذا النوع من الحرمان هذا النوع من الطرد من دوره الوطني ولذلك أنا رأيي نعم ليس الشباب وحده كل الشعب مغيب ومغيب لأن النظم القائمة للأسف تقوم على لا مشاركة لا مساءلة لا شفافية لا سيادة حكم القانون وطالما هذا موجود للأسف ستظل الظروف فيها حرمان للشعب كله وطبعا بصفة خاصة للشباب عشان كده نحن نرى هذه الظروف الصعبة كتير جدا من الشباب الآن يخاطر بالغرق في البحر لكي يخرج من هذا السجن الكبير الآن نحن كلنا في سجون كبيرة فيخاطر بهذا في هذا المجال الكلام عن السياسة والاختصاد كشيء هم في الحقيقة وجهين لعملة واحدة لأنه ما ممكن أنت تحقق أي تنمية اقتصادية والسلطة قائمة على قبضة جاهلة كل الأفكار التي يمكن أن تقدم مثلا النظمة الدكتاتورية هذه تصرف 75% من الميزانية على قهر الشعوب هم يمثلون الآن امبريالية داخلية احتلال داخلي مع وجود هذا الاحتلال الداخلي لا توجد الهفورات التي يمكن أن توظف للتنمية وهكذا كذلك ما دامت ما في مساءلة في فساد فما دام موجود دكتاتورية الموارد التي ستصرف ستصرف بأولوية أولى وثانية وثالثة ورابعة وخمسة على الأمن والقهر كذلك الفساد كما هو معلوم السلطة المطلقة تؤدي إلى فساد مطلق فهذا يعني أن موارد البلاد تضيع بدون وجود مساءلة فهذه هي في رأيي أسباب تجعل السجون دي سجون كبيرة والأسباب السياسية والاقتصادية والديبلوماسية لأن هؤلاء الحكام بدون إرادة الشعب يراهنون يغامرون بمصلحة الوطن في محاور خارجية الهدف الأساسي من هذه المحاور أن تؤمن استمراره في السلطة ولذلك في تقديري للأسف الشديد طالما لا توجد ديمقراطية ستكون في حروب لأن الذين يشعرون بأن مصالحهم ضائعة سيرفعون في مرحلة ما السلاح أو إذا ما رفعوا السلاح يهربون يصوتون بأقدامهم خارج البلاد أو فئة تالتة يعني تدمن المخدرات لتغيب عن هذا الواقع القبيح نعم فللأسف شبابنا ضحية لهذه الحالة المزرية ناس مضطرين يحملوا السلاح لأن لا يوجد منبر يحقق المشاركة الناس يهربون ويقتحمون البحار خمستاشر لعشرين في المئة منهم يغرقون وما عندهم مانع أنا قابلت هؤلاء الشباب ويقولوني أن إحنا مخاطرين مخاطرين بحياتنا أفضل من أن نكون في داخل هذا دي اللي بيقولولي أنا فعلا لما نشوفهم بيعانوا وشوفوا باب صغير أنت أسا كزولي يعني كنت يعني البلد دي تهمك كل أمرها نصيحتك لهم شنو أسا في لي بأسا في فيديوهات حاية من اللي أماد دي وقبلها بتعرضوا لتعذيب ولأمور كلها شفناها أنت نصيحتك لهم كريول يعني أنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض يرون هؤلاء أن الشر الموجود في داخل البلاد أكبر من الشر الذي يواجهونه في الخارج ولذلك بأعداد كبيرة يخرجون أنا نصيحتي طبعا أن يتخذوا مواقف إيجابية لتغيير هذه الأوضاع يعني حيث ما هم موجودون في داخل السودان يعني أنا أخاطب كل شبابنا أن المطلوب الآن أن ينظموا أنفسهم يدعموا إرادتهم للتخلص من هذا الذي يطردهم لأنه ما في شك يعني كلنا عندنا خيار أننا في داخل وطننا نعمل لإزالة هذا الظرف الذي فيه السودان مختطف أن نسترد بلادنا لأهلها في رأيي هذه ينبغي أن تكون الأولوية الأولى لكن طبعا للأسف أنا أقدر أفهم الذين يرون أن هذا الموضوع حبل طويل ويفكرون في النجاة ممكن تكون حياتهم في أسرتهم في عطالة النهاردة في عطالة بين الخيريين تساوي مليون ونص شخص هؤلاء عندهم تأهيل كبير ولكن يجدون أنفسهم حيارة في أسرهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أسرهم أنفقت عليهم ما أنفقت بأمل أنهم بعد أن يتخرجوا يعملوا ويساعدون هذا هذه الأسرة ونتيجة لدى الآن عدد كبير جدا من أبنانا وبناتنا في الخارج مع ضحف المال الذي يحصلون عليه يرسلون جزءا كبيرا منه في الداخل في جهة دولية عملت نوع من الإحصاء الاجتماعي في السودان عن دخول الأفراد وصرفهم في أسرهم فكل أسرهم يسألون ماذا هو دخلك ما هو دخلكم يقولون لهم رقم ما هو صرفكم الرقم يكون كبير جدا جدا فيقول لهم كيف تدعمون هذا كيف تمولون أنفسكم مع هذا فيقولوا الله كريم فهم افتكروا الله كريم ده مؤسسة خيرية بتدي الناس هذا التمويل الحقيقة هي الأموال التي يعني يرسل في الخارج من الأولاد ولا البنات بعد أن يكونوا قد يستقروا في مكان ما من ميزانيتهم الضعيفة يرسلون لأسرهم أنا في رأيي المأساة كبيرة جدا وما عندي يعني يعني علاج إلا لابد من إزالة هذه النظم بدون إزالة هذه النظم سنستمر نعاني من هذه المشاكل هذه المشاكل أعراض ينبغي أن نعالج المرض طيب البنك الدولي في 2016 نادى خبر في مارسيليا عشان واحد من الأمراض دي قال لي تؤدرسيتي إن أخشوها وكان واحد من هذه الأمراض قالوا في الميدل إيست في الشرق الأوسط ده الجامعات في المنطقة كلها إنكلودين السودان وغيره قالوا بيتطلق خريجين من الفرصة المتاحة في العالم من التكنولوجي والتطور والكلام ده وده كان نوغش ده واحد من عداء عرض قالوا الخريجين ما قادر يستفيدوا في العالم العربي عشان يرفعوا بلدانهم يعني الأردن فئة خريجين عطاها للسودان غيرهم فالسؤال الده يرزع لك ليه هنا ده لو قد تديه غيره من الأعراض هل أنت عندك كونفيدنس لأتحد أنت عندك صغة في خريجين السودان في الفترة بتاعت التلاتين سنة الماضية دي هل حاسبهم ممكن يطلع بينهم رئيس وزراء نخلينا من تلاتين يكون اربعين خمسين ليش؟ لأنه إحنا ما ندرسنا في الجامعة ولادك كان قرروا معنا في الجامعة تستعدك لما كنت رئيس الوزراء جريت أولادك في جاعة الخرطوم وهذا سؤال ممكن يكون فرعي هل أنت جريتوا لإيمانك بجاعة الخرطوم وأن تزول درسته في وكسفورد ما كان غالبك تجيبه أنت تجريهم هنا هل كنت مختنع بأن جاعة الخرطوم هي أحسن مكان تدرس فيه أولادك والليه تجريتهم فعلا أنا كنت رئيس الوزراء مفروض تكون بتجري أولادك لكن السؤال الرئيسي هل أنت عندك لياتوحاد هل أنت عندك ثقة في خريجنا في السودان والعالم هل بيحسبون عندهم المغدرة والجاهزية أنهم يغودوا السودان وفردنا مكرا في نظام ديمقراطي ويحصل في تصويت هل عندنا خريجين فيهم الكفاين يغود السودان هذه مجموعة أسئلة مهمة نعم أولا فيما يتعلق بخريجين جامعاتنا الحالية للأسف ثورة التعليم العالي كانت من أكبر النكبات لأنها قامت بتعليم في جامعات مع قلة الإمكانات يعني مثلا جامعة الخرطوم قبل ثورة التعليم العالي عندها إمكانات ميزانية حوالي 12 مليون دولار بعد ثورة التعليم العالي صارت الميزانية عشر هذا دعا لحساب المعامل واكتبات على حساب أشياء كثيرة جدا فثورة التعليم العالي وسعت الكم وأضعفت الكيف وأنا في مخاطبة رسمية كنا في الأحفاد بنكرم العميد يوسف بدري رحمه الله وكان الدكتور المسؤول إبراهيم أحمد عمر موجود في الحضور فأنا قلت له يا دكتور خطاب مباشر من المنبر يا دكتور أنت قمت بهذه السورة أنت تريد أن تطعم برميل موية بملعقة سكر وهذا لا يمكن أن يكون بعد الحكاية بعد ما هو يعني إنسان برضو عنده معي مودة فجاءني قال ليه آي هي ملعقة لكن مبروقة قلت له البيان بالعمل حصل أنه في الحقيقة للأسف ثورة التعليم العالي وزعت إمكانات محدودة على ما سموها جامعات وحبطوا بمستواها وعلى حساب التعليم المهني والفني ودي كانت أكبر الأخطاء لأن أي محهد علم فني أو محهد تكنولوجي حولوا لجامعة الفكرة الزاتة كانت سياسية وغبية لأن الفكرة كانت كل من وسع القاعدة الطالبية ده يكون جهة متحررة من الطائفية ده في فهمهم ولذلك قابلية لأن تدعم وتؤيد النظام الحدث هو بالضبط العكس لأن الطلبة لما رأوا هذه الحالة المزرية صاروا معارضين للنظام يعني عشان كده الشباب صار أكثر معارضة مش أكثر تأييد لأنه شعروا بأنه مستقبلهم ضاع بسبب الهبوط ومستوى التعليم ثم كثرت نسبة العطالة أما فيما يتعلق بتعليم أبنائي أنا لما كنت في الخارج أرسلت لأبي وقلت له يا والدي ما نرسل أبنانا وبناتنا للخارج لأنه ما عندهم استعداد يتحملوا الصدمة الحضارية ولذلك ينبغي أن نرسل الأبنانا وبناتنا للخارج عشان بيكونوا عندهم إمكانية أكثر لمواجهة الصدمة الحضارية لأنه أنا أعرف إنجليز زمان كانوا برسلوا البحثات الخارجية لبريطانيا مثلا بعد الثانوي بياخدوا الشباب اللي بيعملوا جريد وان وبرسلوهم فشلت هذه لأنه دول في سن مبكر جدا في سن باكر جدا للأسف الصدمة الحضارية هزمتهم أنا برضو أعرف كثير من أبنانا وبناتنا اللي أرسلوا للخارج الصدمة الحضارية دمرتهم عشان كده أنا قلت لأبي ما نرسل للخارج إلا بوست برادويت حتى يكون الواحد ولا الواحدة مؤهل لمواجهة الصدمة الحضارية طيب أتت بس جبت ليس السؤال لكن ما كان مخطوطي النازلين حاجة سألك ليهم مهم جدا نحن ناسك أكاديميين وكل الأكاديميين يعني بيسمعوا فينا ما بيحتاجوا لي تعب كثير يقول لك إنه التعليم العالي في السودان فيه انهيار والتعليم دي يعني ماذا يرى أي اجتهاد كثير السؤال اللي قاعد نسأله ما قاعد نلقي إجابة الثورة ولا الحكومة دي ولا ما هو طمر الوطني الناس اللي قاعدين على الأمر فيه والناس كانوا كلهم بروفيسورات فيه يعطى خرطوهم مثلا السؤال اللي بيسألك ليه يا سيدة الصادقة أنا ذلما هم ذينا كده درسوا هنا وبروفيسوراتوا يعرفوا ما بيقبالهم ذي ما ما بيقبال أي أكاديمي ما عارفين الانهيار دا وليه راضين به في كتاب اسمه تجربة المرة كتبه واحد اسمه ونيف الرزاز قال فيه الناس اللي بيستعينوا بالقوات المسلحة لتحقيق أهدافهم الأيديولوجية سيجدون المرحلة الأولى القيادة الجديدة سوف تقضي لهم على خصومهم السياسيين طيب ثم تقضي عليهم هم باعتبار أن القرار سيكون في مركز غير مؤهل لا أكاديميا ولا فكريا ولا ثقافيا المركز سيكون من عنده البندقية السيء المرحلة اللي نحن فيها أيوة من البداية بعد المرحلة الأولى يعني أنا قصدي أنه كل البروفيسورات اللي ذكرتهم والأساسي كل هؤلاء يلعبون دورا يعني سانويا للغاية القرار الحقيقي سيكون عند الذي يملك البندقية طيب خليني يلا أرجع لك لحتة مهمة أنت ذكرتك بها لأنه أنا دي بتأمين أنا طبعت حيات كتيرة عنك من أنه دي ما قلت أنت ما شاء الله موجود في أي مكان في الدكشيري بتاع أكسفورد مثلاً كاتبين عنك السودانيز سيولوجي أنا حتة مهمة بس دارز لك منها كاتبين إن إكنوميكس دي في البايو بتاحتك في أكسفورد قالوا أكسفورد في سودانيز سيولوجيا للغاية دك أتبينه عنك أكبر مشكلة في السودان الناس كل أثر و أثر لغاية لو بيحضر فيه أبوي ولا عمي ولا خالة ولا الناس الكبار ولا غيره نمر واحد حيقول لك كده يقل أسمع عن لغا ده أبوي حيقول لك كده ورنحة مشكلة الرغيفة البر دي ده الصيد الصادق الماني الأزمة الاقتصادية عارف ده موضوع طبعاً كبير وشايك أسا لو برضنا بكرة دي ربنا سبحانه وتعالى أراد لك إنك إنت بكرة تحل المشكلة دي طبعاً ما بتحلها بين يوم وليلة نحلها من وين كل يوم إن إحنا في مشكلة الرغيف ننتهي منه خش في الدواء ننتهي من الدواء البترول إرجع لسا الوزير قالوا مشا خدت القروش في الخير أنا من حالوين قضائياتات أباً ناس أول مرة تسمع بيها مكانات ما فيك ما في زول تسمع بالكلام لأسا دي يجيبوا اقتصادية زين يقولهم شو النصيحة فيها أسا انت لازم الاقتصادية دي يجيب تزول هدا درس الاقتصاد وقالوا بتؤمن بالسوشيال ريزبونسيبيليتي فور بفور زبور يعني ده ده المكتوب عنك في وكسفورد كده ورين البور دي لنس الفغراء دي لسا انت لو فرضنا بكرة بنقول النظام نزحها حتى حلهم شو نياكلوا من وين الرغيف دين بوين نسا شوف يا دكتور إحنا دلوقت عندنا ما نسميه السياسات البديلة في كل المجالات درسناها وحضرناها السياسات البديلة في الاقتصاد في التعليم في الصحة في كل شيء السياسات البديلة دين احنا آآ ماشيين نطبعها كلها في كتاب طيب آآ ملحقة بميثاق وطني اللي هو داء حزب اللمة ولا داء نداء السودان نداء السودان طيب آآ حيكون عندنا آآ ميثاق لبناء الوطن الميثاق لبناء الوطن حيحدد وهو قد حدد معالم السلام العادل الشامل طيب الحكمة الديمقراطية آآ الدستور آآ مبادئ هذا الدستور نعم ملحق بهذا الميثاق السياسات البديلة طيب في الاقتصاد في في كل المجالات وكتبتوها كيف دي يعني نظر عملنا ورش أيوة ورش فكرية كل ورشة تاخد موضوع وتقدم توصيات وفيها خبراء في مجالات فيها خبراء وعلى أساس قومي مش حزبي طيب يعني اشترك فيها كثير من المؤهلين على أساس تأهيلهم مش على أساس حزبياتهم نعم فعندنا داء الآن السياسات البديلة آآ في رأيه آآ يعني نكون مستعدين بميثاق بناء الوطن بأساسات البديلة ملحقة ولكن مؤكد كل هذا لا يحقق شيئا ما لم آآ يكن الحكم في البلاد قائم على اللي بيسميها الرباعية الذهبية المشاركة والمساءلة والشفافية والسيادة حكم القانون إذا تحقق ده ممكن عبره تطبق هذه السياسات لبناء الوطن طيب يا سيد الصادق أنا حاجة عطاكينها بس الأربع يقولتهم ديل جميل جدا دا كله أسلما لو أسل الحوار دا حدروا عندنا ناس في الميدل الإي سغيره بيحضروا حيقول لك كلام جميل إليس هم باحوا واحدة يرد لهم من وين يقل لهم كلامك دا جميل عن التعليم لكن نبدأ وين من السؤال أسل الكلام دا انت بتشوفه كحلم في العالم العربي وافريقيا بيحصل هو حصل طبعا في الدول البسيطة دا كذحينا النظام البشير والحكومة دي نحنا ما برضو عايشين في أفريقيا عايشين في العالم العربي الحياة دي جميلة المشارك والمسائلة بس الكلام دا حاصل انت شايف وين حاصل في العالم العربي أول شي كل شي بيبدأ بالكلمة طيب بعد الكلمة العمل لتحقيق هذه الكلمة فإحنا دلوقتي عايزين تكون عندنا الكلمة طيب صحيح الآن دا يبدو كأنه حلم كل الكلام بتاع مارتي اللوسر هاي هابا دريم دريم بتاعته تتحقق دلوقتي صحنا نحن في العمل بمساوة فأنا في رأيي المسألة أنه نعم يعني هذا الآن مش في السودان بس عام عام الشعوب الموجودة دلوقتي في بلداننا تتطلع لتغيير جزري للأسف الفراغ الذي يمثله تمثله النظم الحالية اللي هي نظم حقيقة هشة جدا يغري جهات عايزة تعمل تغيير بالعودة للماضي داعش والقاعدة إلى آخرين لأنهم يشعرون بأنهم يمكن أن يحققوا إصلاح بالعودة للماضي طبعا هذا في رأيي غلط لكن المهم الهشاشة والفساد الموجود حاليا يغري كل من يريد التغيير أنا في رأيي التغيير قادم وكل الذي نشاهده الآن يعبئ الناس لهذا التغيير طيب أنا أنت ذكرت أني داع السودان وأنا حاول أتكلم عن حادة المهمة فيه لأنه الشباب برضو فيه كونفيوجن في حتتين أنا دائرة وابضحوا مساء الليلة يكون كويسة سيد الصادق الأولى منهم أنت طبعا في انتخابات 2010 يعني في الشباب يعني ناس كم عشرين ثلاثين دي المتابعين فأنت من الناس طبعا الكلام دم يعني أنت غلته وقلت بذكرته يعني أنه لو مجد رئيس الوزراء ولا مسكت السودان أول السودان مفروض ما يسلم عمر البشير للمحكمة الجهادة الدولية وقلت رايك في الحدة قلت أنه ده ممكن يكون سبب في زيادة عدم استغرار السودان فهل أنت ما زلت على رايك لأنه أسف الموضوع ده بقى أسف أسفا في ندار السودان ومعزم الحركات الدارفورية معك وحركات دارفور كل يوم في صفحاتها في فيسبوكها في حياتها بتقول إنه مفروض يودوا الناس دي للمحكمة الجهادة الدولية قال البشير ولا غيره إنت البشير بالتحديد رئيسي قلت ما يعني ده ما فلسفتك وفهمك وقلت يوربوينت إنه الله ما يودوا لأنه السوري حيتشتت ما هدي ليبيا دي الناس حزروا من أشياء أسأل الإنجليزة يتعلقوا منا قالوا يارد لو سمعنا للناس الجاولين إنه ما تعملوا كده في ليبيا أقول لك من حيث المبدأ أنا مع المحكمة الجنائية الدولية وأيدتها عندما قامت وأيد كل شيء وأنا ساهمت إحنا في حزب الأمة ساهمنا في المعلومات التي بنت عليها اللجنة الدولية نعم التي زارت السودان ورفعت تقريرها لمجلس الأمن ومجلس الأمن بناء عليها اتخذ القرار 15-93 الذي فيه في النهاية إرسال قادة سودانيين إلى المحكمة الجنائية نعم مكتبين وكم واحد أيها فأنا رأيي أنا مع المحكمة طيب المحكمة نفسها حسب نظام روما نعم عندها بند 16 أيها البند 16 ده يسمح بالتوفيق ما بين العقاب أو المسائلة نعم والاستقرار فيه نوعين من الجستس يعني ممكن حصلت مدهد فيه ريكريميناتف جستس وفيه ريستوراتف جستس نعم أنا بتكلم عن أنه البند 16 بيسمح بريستوراتف جستس الياب العربي حتى الناس تفهمها منك أيها اللي هي تعني آآ التوفيق ما بين المسائلة والاستقرار طيب طيب أنا قاعد أقول إنه إذا جات لنا فرصة البشير ومن معه نعم قالوا نحن مستعدين نسلم السلطة للشعب نعم لكن عايزين أن لا تكون النتيجة يسوقونا للمحكمة للمحكمة بشكل هذا مجلس الأمن عن طريق البند 16 أنا ما بتكلم عنه على حساب المحكمة أنا بقول في نظام المحكمة عندهم النساء عندهم البند 16 أيوة ممكن أن يردوا بيراينا نحن كسودانيين بينو خلينا أيوة لكن دا بتوقف دا كثيرين من الشعب السوداني ما عارفين المعلومات أيوة دا بتوقف على أنه الضحايا يردوا بيانا وميقبلنا يردوا بأنه أحسن لينا نخلص من الكابوس دا نشوف مستقبلنا وأيوة آآ وتكون المسائلة زي المسائلة بتاعة التروس نعم ما أنا ما بقول ما في مسائلة لكن بقول تبقى آآ مسائلة آآ داخلية دا ما على حساب قرار سياسي دا قرار يتخزوه الناس الضحايا نفسهم يقولوا إحنا إذا قالوا أنا أنا تكلمت عن الموضوع دا كشرح الخيارات أمامنا مش أنا إحنا قررنا كده يعني بالناحية شو آآ وطس أفضل للسودان غاديكون دا هو الأفضل أيوة ففي خيارين أمامنا يساق هؤلاء للمحكمة ولكن دا ما بحصل إلا إذا أسقطنا النظام أوكي أو براون يقوم يقوموا خليها في خيار تاني إذا ما أسقط النظام ولكن بيقى فيه اتفاق سياسي زي ما حصل بالضبط ما بين آآ منديلا ودي كلارك في أينوب أفريقي نعم ونتيجة اللي دا دي كلارك قبل أنه ناس منديلا الاتحاد الوطني الأفريقي يعمل نوع مساءلة فيها زي ما سموت روس نعم اللي هو الحقيقة والمصالحة أنا بتكلم عن أنه في خيار زي دا مش أن أنا نخترته أوكي بتكلم عنه في خيار زي دا الحتة دي يا سيد الصادق يعني ما أول مرة أسأل أقول لك بتأكد الناس هتلقى التعليقاتي وبترسيلك وبتشوفها يفهموا ويخد نظرك في الحتة دي الناس فيها والنظرك ما كعرفها منها كده أيوة صحيح ما هو طبعا أيوة للأسف الناس زعلان للي دا ري دايرين يطجعوا يطجعوا النظام دا بالحجارة أيا كانت الظروف لكن أنا قاعد أقول أنه يعني نحن برضو يعني نحن النظام دا أسألين غاية الإساءة وأضر بينه مش داير باش أشخاصنا أضر بينه ببلدنا لكن أنا ما أتكلم عن الخيار دا بقول دا خيار مش أننا نخترناه ولا يمكن نختاره سيب الناس اللي عندهم مشاعر من هذا النوع إنما كلنا نحن في نداء السودان كلنا نحن وأنا بقول نداء السودان بيجمع بين عناصر كثيرة جدا يعني يستف يخير الناس إذا ما هو طبعا ما هو وارد أصلا دا يحصل مع النظام دا لأنه النظام دا حتى الآن لا يظهر أنه مستعد هل حصل أنت قبل كده في أي نغاشات أنت ما شاء عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة أو مما جاء النظام دا هل حصل في أي ديالوج إنت عملت وإنت ما دخلت في كمية من النغاشات كان مع غير نداء السودان في المحلة كل الأحزاب ومع الحكومة زادة هل حصل مرة حصل النغاش في الكلام دا أيوة نعم أنا دايما بقول الكلام دا ما ما حصل تفاهم مع حكومة لكن أنا قاعد أقول الكلام دا أتكلمت مع ناس في الأمم المتحدة بل اتكلمت مع رؤاس دول قالوا السودانيين السودانين إذا عايزين كده نحنا مستعدين نساعدهم في مجلس الأمن ومستعدين نستضيف البشير عندنا كويس دا وكلام دا في السودان كوميونيكيتد مع الحكومة ما كوميونيكيتد لكن أنا بقول ليك أنا دال بنحضر فيه أنا بقول نحنا عندنا خيارين والخيارين دا أنا محا أختارهم حزبيا الخيارين دا لازم يختاروا قوميا يقولوا للشعب السوداني خيار تستمروا تضغطوا تضغطوا لغاية ما تسغطوا النظام وتودوا جماعة دا للمحكمة أو إذا كان في خيار من النظام نفسه مستعد يرد للشعب حقوقه بس عايز زي ما حصل بالنسبة لل آآ مرحوم الفريق إبراهيم عبود نعم ما نحنا بعد ما وصلنا لأنه يعني حيكون فيه تغيير في النظام الضباط المع العبود سألونا السؤال دا انتو دلوقت نحنا بنسلم السلطة للشعب عشان تودون المحاكم إحنا كنا بنمثل مش حزب الأمة كل الحزب الأمة والقوى السياسية وجبهة الهيئات بنمثل آآ آآ تحالف عريض قلنا لهم تسلم السلطة وعندكم عفو عام لهذه ماذا انت بتحسي انه ده ممكن يحصل في حال مشكلة السودانة يعني انا بس بتكلم عندي خيارات يعني الغاية دي الوقتي الخيارات دي بتفترض اشياء انه النظام عنده العقل والوطنية اللي خليه يشوف بدل ما يتخندق زي ما هو الان يتخندق بالسلطة لتجنب المحكمة ويستمر يغالط مع الفشل الظاهر اذا ربنا هداه وخرج من الذهنية دي وقبل انه والله انا قادر اشوف انه دلوقتي النظام ده لا يستطيع ان يحقق شيء خلاص افلس افلس فكريا وسياسيا واقتصاديا الى اي بكل الصور فاذا كان ده خلاه يدرك اهمية دي اوكي انه ده مخرج اي وطبعا احنا عندنا دي الوقت صيغة بتاعة الحوار الوطني الجامع اللي هو تحت مظلة اه الخريطة الطريق فاذا هو ادرك هذا في هذا الاطار وبيقى فيه خيار من هذا النوع الشعب السوداني مش حزب الامة والصادق يبحث امكانية ان يكون ده مخرج زي ما حصل مع الفريق ابراهيم عبد طيب كويس جدا ويسا طبعا الناس كويس مع المتابعة درس لك اقول لك حاجة فيه كتير جدا لما انا احنا نتكلم بكل الشفافية اذا ما انت ذكرت الشفافية ويحنا عاشيين برا والناس الدي الاسبرو دير عاشيين كلهم يعني فيهم واحدين مستشارين كانوا ليوباما عندنا الناس يعني فتابعين الحاصل في الغربي ده كتيرين جدا وفي بريطانيا هنا وحتى الانجليزة اللي هم ذاتهم ما سودانيين ما عاجبهم بيشوفوا انه الانترناشنال كوبين حسا عندنا بشغل كتير جدا بمعلومة المتحدة وبيخش لحد المتحدة وشايفين البروغراسية امسك لسا مشكلة الياما نسا الموضوع الحاصل في السعودية امسك المشاكل الحاصل الزمان كان يعني الناس بيقول لك انه هو المتحدة هاده ده موليستان هاده ترامب يقوله عديل يعني قال الملك هنا وولده ده موضوع وعلاقتنا مع امريكا موضوعهم الناس بيقول لك في مصداقية لهذه المنظمات العالمية انها بوليتيكلي موفد يعني بحركوها الامريكان بحركوها الانجليزة دي ما عايزين وبالدليل انا ما دار امسك لك مثال معين لما انت مشيط مصير والحكومة الاشكالية اللي انت عارفة طبعا دي رقم بيقوله مكتوعة من بره وما عنده علاقات وما ناجحة في علاقات الدولي انا بيشوفها ناجحة بسبب واحد ان هاده قادرة ما دار السير صادقاء ما دي يخوش مصير بيجيب السل المحتاجات دي كل المؤكد عليها السا بيقبطوا الناس من السعودية من مصر بودهم السودان يعني الحكومات دي بتتعامل مع الحكومة السودانية بطريقة غريبة جدا حاجة اكتر من كده تكون انت لاحظتها تذكر لما الاتحاد الاوروبي اتفاوض مع حكومة السودان ودهم مية مليون يورو عشان يوقفوا الفلكس بتاعه يعني قدروا يغنعوا في لندن نحن حاضرين فيه شتى ما اوز الوزير المؤكد للودارة الخارجية جاهنا قدر الحكومة السودانية تغنى على الاتحاد الاوروبي اللي هو هو بيهاين كل الحاجات الانترناشنال دي انه يدعاوا معها ويدي اقروش في مقابلنا توقف له اللاجئين قالوا انه تمانية دول دي ممكن يوقفوه وفيه كتم هاوز احضرين وفعلا حتى في كاتبين الانجليز يعني كانوا زعلانين جدا انه كيف الغرب بيها ما عنده استاندر فانت فيه زلده كله وده الحق دي اللي واقع على العالم بيها كده وانت زول يعني ما شاء الله كتبته وزول يعني سكولر في العالم ده ما زل ساهل بتشوف انه في المحكمة دي حد جيب اي نتيجة مع السودان طيب خليني خولت السؤال لكن عشان بس اربط الناس اللي بتشاهد فينا انه دي العالم اللي سا بشوفوه الناس خلينا نفقت كلامك ده دلوقتي كلام يعني دكش كده طيب اي ايه اولا اه الاتحاد الاوروبي نعم لا يستطيع الاتحاد الاوروبي ان يطبع مع النظام السوداني ما دام الموقف الحالي من المحكمة الجنائية الدولية يعني بدبيش معهم في مصالحه بس بيوظف النظام بالحد اللي النظام يعني يخدمه طيب فقط لكن اذا جاء دلوقتي الرئيس من الرؤسة ديل وجاء الاخ البشير يسلم عليه ما بسلم عليه وهكذا فنمسك دي الاتحاد الاوروبي بيوظف النظام الحالي لمصلحته فقط ولكن لا يطبع معه نفس الشيء الولايات المتحدة وبقول لها الكلام ده واضح الولايات المتحدة دلوقتي حا واضع النظام سبع شروط فتح المجال السياسي حقوق الانسان انحنا بنتعامل معاو برضو بتعاملوا معاو يديهم معلومات ضد ارهابيين اه اعمال زي دي يوظفوه لمصالحه لكن ما فيش تطبيع ابدا لحتى اليوم لبقرة طبعا ده بيقلل بمكانة السودان كدو او لا في المتواعي دولي انا بستدار اقول لك يعني انه النظام ما بقدر يسعد بهذا اعم ما يقدر يسعد بهذا الوظف نعم لمصالح الجهاد دي لكن مش مصر انا الناس ما فاهمين انا ابعت من مصر مش في رأيه ووضوح تام مش عشان خاطر النظام السوداني بالعكس انا ابعت في الوقت اللي كان فيه حوار بينه وبين نظام السوداني وانا في القاهرة رسلين نظام السوداني عدد من الناس فيهم مساعد الرئيس فيهم عدد كبير جدا في حوار معانا في القاهرة والاجتماع اللي انا ماشي ليه في برلين اللي قالوا ليه ما تمشي ليه حقيقة كان في اطار مبادرة المانية للمصالح السودانية في ناس فاهمين انه العمل ده العملته الحكومة المصرية ضده يعني ده الحاصل في الميديا كان ما انا بحكي ليه كمان ما يخليني من يعني الكلام الغير مدرك ايوان انا ما منعت في رأيي لمصلحة النظام السوداني بالعكس النظام السوداني والنظام المصري لن يتفق قط ما دام النظامين دي الموجودين ده نظام في السودان فيه الاخوان المسلمين شركاء وحواضن وفي مصر هؤلاء ارهابيون ما ممكن والموقف متناقب تماما في هذا وفي غيره لكن انا ما منعت الدخول لانه الجهر الامنية المصرية عايزاني انا اطيع تعليمات وانا ما مستعد اطيع تعليمات اي جهة امنية هما قالوا لي ما تمشي لالمانيا وانا مشيت لالمانيا المسألة في رأيي ما في في النظام السوداني فيهم وافتكروا ان ادي لمصلحتهم انا ما بافتكر لمصلحتهم بالعكس انا في رأيي ربا ضارة النافعة اول حاجة تأكد لكل انسان لانه في ناس كثير يفتكروا احنا بقائنا في مصر زي كأننا لبسونا خاتم في ناس يفتكروا كده براتنا من هذا الخاتم واحد اتنين اتنين كل انسان فاكل حرف في مصر في العلاقة بين مصر والسودان ادانوا هذا وسموه خطيئة كلهم وده بالنسبة لينا مكسب كبير جدا لانه ده الشعب المصري قال كلمته فالامن المصري حب يؤكد لي ما مرحبك في مصر طالما ما بيطيع هوامرنا وانا دايرا اكد لهم انا اذا قعدت في مصر لاني بعتبره بلدي التاني بعد السودان قاعد بالحقدة ولكن لن اتنازل عن الموقف الحر لا من الحكومة السودانية ولا حكومة المصرية ممتاز طيب عشان الزمن يا ساس طيب في السوق حتة برضو في السودان بتهم الشباب كتير يداري ان ازالك منها لانه انت برضو عندك شارت علي غير مهمة جدا الحتة بتاعة الشريعة الاسلامية والنظام الاسلامي انه النظام ده متهم لانه كتم انفاس الناس وذاري طبق الشريعة الاسلامية والبيت ما تلبس شنو والانت متابع الحاصل في العسفل اكتر حتة لو لاحظت اخر جصة كانت حصلت بتاعة البيت المناظر اللي حصلت دي بتاعة البيام دي انا في سؤالين دارس لانه في النقاش انا كنت باسمع وبتابع انت زمان لما النيميري طبق الشريعة عندك يعني كلام كتير مذكور ونحن نتذكر انت كان عندك تحفظ على تطبيق النيميري للشريعة وكان رأيك في انه تطبق وفي عندك تحفظاتك على اشياء انا بهمني يأس دارس لك سؤال عشان للزمن انت وتاني لما نجأس النظام لطبق الشريعة برضو وضحك هل انت عشان الناس تفهم صح انت عايزة تطبق شريعة في السودان لكن بالطريقة الصح ولا انت بتشوف السودان يسار كيف يعني كيف يدار بالشريعة الاسلامية ذي ما يا بني ميري وانت قلت لانك فيها رأي عشان قبل ان يخش السؤال بتاع الشباب ده شوف ما في شك القوانين سبتمبر يساءل الشريعة الاسلامية طيب ولذلك احنا عارضناها وضحنا وانا كتبت كتاب في الموضوع نعم اللي هو الكتاب اسمه العقوبات الشرعية وموقع من النظام الاجتماعي الاسلامي طيب وهذا الكتاب الان بيدرس في الازهر نعم بوريك الشروط مفروض يتطبق باك ايوه فيما يتعلق بالنظام ده انا احنا مع جبهة الميساق الاسلامي اللي هي الاصل بتاع النظام الحالي نعم في عام تمانين كتبنا دستور متفق عليه سمينا حاجة اسمها جماعة الفكر والثقافة الاسلامية الآتي انه اي تطبيق للأحكام الاسلامية يجب ان يخضع لي اجتهاد جديد مش تطبيق الاجتهاد التقليدي وانما اجتهاد جديد واحد اتنين لا بد ان يحترم حقوق المواطنة للمسلم غير المسلم والناس اللي لازم احترام حقوق المواطنة المساواة في المواطنة تلاتة لا يطبق تطبق اي احكام ما لم يكن ذلك على اساس قرار ديمقراطي تلاتة دي الجماعة في سلطة دي الوقت كسروا التلاتة دي وطبقوا الاسلام بطريقة او سموه الاسلام بطريقة متناقضة مع كل مبادئ الاسلام السياسية الكرامة والحرية والعدالة والمساواة والسلام في رأيي الذي يطبق نسخة تانية من الاساءة للاسلام في السودان والهدف منها اشترا السلطة يعني خلوا الشباب ده مفصول كده نصه اسم الشباب في السودان بقى مفصول نص متشدد جدا وهذا بيقول لك الالذين الذين يؤيدون هذه المسألة مضللين والتيهين ودلوقتي كله انسان من الناس الايدوا التجربة دي في البداية كلهم المحبوب عبد السلام عبد الوهاب الأفندي يسميهم ما تشاء طيب زين العابدين كلهم الان يدينون هذه التجربة ويعتبرونها خاطئة انجلابها خاطئة وتجرباتها خاطئة وانا في رأيي اذا الذي حدث في يدني ميري وده ده استغلال لاسم الاسلام لتوظيف الشعار للقهر والبطش بالناس ما ليهدخل أبدا في رأيي بالالتزام الاسلام الحقيقي طيب السيطرة بنا ده رختم معك اللي غادة لانه الوكيد اخدنا الوقتك كتير انا قبل كده اتناقشت معها نحب اتناقش بالشباب كتير بالله يون كان في السودان كان في حتا بس قالوا مش على السيدة الصادقة المال بلت نقول لهم عندنا نحنا ما ساكد بالدعي انه نحنا في العالم ده انتجنا وعندنا وعندنا مش دكاترو بس وعندنا ناس يعني غادوا العالم ده وانا مرة ذكرت في كم محاضرة او دورة بعملها عن في الكتب لما نضربوا فيه بنبدأ بنقول لهم الغايد يعني 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 الغايد اللي يكون مولود هو ابن غايد ولا يت واتبقي غايد وقلت لهم من الامس لأمس لديت مكتوبة فيها الصادقة المهدي وبنازير بوتو انه ده يلكمسال لانه يتولدوا اولاد غادة وبيقوا غادة لكن برضو ممكن نطلع ذلك الغادي انا دارك توري لانت واحد مئة ناس مناموذي مخطوط في اوكسوفورد كليدر بورن وبورروا انه ممكن يكون زول ما ليدر المتولة هو ليدر زي كده ده قسنا الشباب كلهم بس بيبقى في اهتمام بالليدرشيب والإنوفيشن والإبداع ايقبوا كيف يعني ولا زي بناظربوت والله يرحمها من عائلة برضو اقبى ليدك الشباب دي رسا بيسمع عليك اولا اولا كونك جاي من اسرة لذات جاه تمام ياس لانه بترشحك لانه بتطالبك بمستوى معين يعني هي في نفس الوقت يعني فيها انا في ناس زكوني لاني من اسرة زي دي وفي ناس ضد الظلاني من هذه الاسرة فإذا هي ما كلها يعني فايدة بدون ضرر لكن على اي حال اسوأ ما في المسائل دي الناس اللي مغلودين في تراث جاه في رأي في الغالب بيكونوا هم عايشين على حساب هذا التراث ولذلك بيكونوا فاشلين لانه بيفترضوا انه الناس بدون مجهود بأي دوم ابهات ومجدودهم ما نالوا هذه المكان الا بمجهود منهم ديل بيفتكروا انه ما محتاجين يبذلوا مجهود انه الانتياز لهم طبيعي وفي رأيي ده بيدمرهم عشان كده انا هسا اولادي من البداية بقول لهم اوعا تعتبروا انه اه كونكم اولادي ولا اولاد اسرتنا ده بيفرض بخليكم تفرضوا حاجة على الناس اي حاجة تحققها تكتسبوها انتم بل تكونوا اكثر تواضع من غيركم لانه الناس في حسد انت عايز تكسر عين الحسد ده بانك تعمل انجاز وتضحي وتكون متواضع فاذا هي انك تكون ابن جاح ما حتما حتنجح ولا حتما حتلقى مكان بل قد تكون بالنسبة لك شيء يضرك اما انت اذا ما عندك حاجة زي دي اكتر الناس عصاميين الدنيا ما اكثر من الناس عصاميين يعني ما كان عندهم شيء في اسرتهم لكن لانه عندهم ارادة وطموح اهلوا نفسهم في كل المجالات العقاد ما 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 كان عنده تعليم نظامي تيرجيل ما عنده تعليم نظامي تيرجيل طردوه من المدرس لانه غبي بيته يعني المهم انا دير اقول العصامية موجودة في كل المجالات وما في شك كتير جدا من القادة في العالم عصاميين الارادة هي اللي خلتهم يأهلوا نفسهم وخلت الناس يثقوا فيهم ويقدموهم وطبعا في ناس من الصوفية بتكلموا عن ما هو اسم الله الاعظم في ناس بيفتكروا اسم الله الاعظم صيغة معينة يا حي قيوم او اي واحدة من العبارات دي واحد من الصوفية قال لا اسم الله الاعظم هو همة ابن ادم همة ابن ادم همة ابن ادم هي اسم الله الاعظم فكلما الناس كانت عندهم همة عالية همة عالية ما كانت الخلفية في رأيي ومهما كان بالعكس محمد صلى الله عليه وسلم مثل لليتيم بمقياس الجاه والمكانة ما عنده شيء في مكة ويعني ولكن اولا همة لانه لانه ما في شك من بدري رفض الاصنام ورفض الممارسات الشركية دي ولكن اختيار ربنا له لكن ربنا اختار ايضا مش لانه والزيد واللعبات ولكن لانه المصطفى استفاه صلى الله عليه وسلم فعشان كده انا بقول تأمين عن انه كلام اكسفورد انه ما شيرت تكون مولود ليدر عشان تكبقوا بالعكس انا هسا اقول لك اللي تخرجوا من اكسفورد اغلبهم في رأيي فاشلين في كل شيء هسا دي انا اديك قائمة وزاك هي المسألة طيب انا اصير الصادق دار يعني في نهاية اللي غاية ده وانح لحياة ندينا ما قلنا بناخدتها وانا شفتها بلاجي نات مشهد جنيف نات بزروف صفحة اسماعيل نائب وقال لي بيشوف فيديوهاتك وعارفين بتقول في شنو يعني بيشوفها كل الناس انا بكد لك اعتشاف الحياة دي انا دار اقدم الندادة تالي انا قبل كده قدمنا مخترح واغلنا يا ريت بقول له ماذا رجول لكن السر الصادق المهلة ما نجيناه جبال ما كان ذاته اللي غاية داع بالدليح ناس اللي حصلوا جبال انا صورت لكم دبرنا حالا اللي غاية بالسرعة شديدة هنا حتى لقال وقت الدارين كل شي له وشلنا وينه اكتر ميل الوقت المسموح انا كان قدمنا قبل كده مخترح قلنا اجي مع طالما عندنا غاية وكفاءات قلنا البردين نحن نحاول نجيبه السودان وفي السودان ذات قلنا في ناس ده قلنا نحن استعملنا في العمارات ونجح الرئيس للوزير بيقى المواطنين كلهم بيقى لهاقوه في المسرعة البلدي وانبسط جدا ونجي سألوا اي سؤال فاحنا نتمنى انه وطيفة الجاية مع الامر ده في السودان انا سألت ان شاء الله هترجع السودان طبعا قلت شهر اتناشر ونتمنى لو لو بيسمعوا فينا انا سو وحنتكلم بعد تعليم العالي ومع كل جهاز السودان انه يا ريدي خلونا نطلق هذه المبادرة بتاعت انه الليدرشيب توك ده او كلام الغادة ده ويفتحوا فرصة يخلوا ما في اقاب ما بين الشباب وما بين الغادة اللي هم اصير صديقا مهدي يعني انا مادر ادافع عنك لكن انت لا تلعب على شيء يعني هسا اللي اعلام وانت كنت اول يعني من فك نمازج للتعليم ولا الخبرة وكتب تقود وانت مقدم رجل يتكلم عن الكلام ده كله عندك فكر يعني حبي حقك الشرعي فدارين الشباب يتعلقوا منك فالجصة دي احنا قلنا بسيطة غاعات الكبيرة الموجودة في السودان دي كله فترة نجي بزهول يجي يتكلم والشباب يناغش قضاء الشباب يعني اسألوا انت جيت ناغشة معهم كيف انهم يركزوا في مستقبلهم في حياتهم بدل ما يمشوا يقعوا في داعش ويقشوا في التطرف والكلام دي ما انا شايف انت عندك وصف معلومات نحن ما عندنا انت تربط اللي اتنين اللي اكاديمي فنحن نتمنى نجدم المبادرة دي وياريت لو دخلوا تنطلق يعني في السودان جو السودان وتكون مفتوحة وفي حتى في قاعة التعليم العالي التعليم العالي انت قاعة بيشيل اربعمية نفر مسلا اني عدخرتهم فيها قاعة الهندة بيشيل خبسمية السانة بجدم اننا بستعدين نتعامل في قاعات زي دي وخلوا الشباب اللي يجي ويكون الموضوع لانه الشباب دي هم السنوة المتاحة بتركز عنهم انا حاشك بشكرك شديد يا سيد صديق المهدي وبترك لك الفرصة في الدقيقة الاخيرة دي اه يعني اخر غولة بتقولها للسودان شنو يعني شباب صغار كبار ما للحكومة اه يعني اخر خاطرة عندك شنو للسودان قبل ما تمشتصل للسودان في ديسمبر بالسلام ان شاء الله خاطرتك شنو ببساطة شديدة اخر خاطرة واخر كلمة ايوة الاصلاح في السودان يتوقف على قيام نظام جديد ما في غيره واحد اتنين بالنسبة للدعوة اللي تحدست عنها ان احنا منتكلم عن ما نسميه تهيئة المناخ طيب تهيئة المناخ اللي ممكن يسمح بحوار زي ما ذكرت في قاعات السودان وهذا يتطلب الآتي اصدار عفو عام لانه ناس كثيرين يبدأ من هؤلاء الشباب متهمين نعم لدى النظام اصدار عفو عام اطلاق صراحة المعتقلين سياسيين بصفة عامة تلاتة كفالة الحريات العامة بحيث ان الناس يقدروا يتكلموا بدون ما يعاقب على ما ما يقولو في رأيي اذا توافر هذا النوع من المناخ في رأيي يكون كويس جدا جدا اللي لو قدرت وعملته حوار وانت يعني بتدين الوكين لو قدرنا نوفق في الموضوع ايوه علي حال ايوه علي حال انا داخل السودان مبهم ماذا يفعل النظام ايوه انا بقول رأيي وبقوله في وضوح دام انا بقول رأيي والنظام يفعل ما يشاء تمام شكرا لك سيد الصادق المهدي والله شكرا جزيلا وسعيدين جدا بوقتك ولا اتمنى يكون في العجالة دي لكن زي ما اقولن احنا اي ذون يمشي بس الصادق المهدي بتطلع لك اي حاجة دائرة كان دائر 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 دائرة بعد اسبوع كنت في تونس الدول كلها لما يكون عندها ناس يسميهم نحنا اي كونيك فيجر يعني صادق المهدي عمرو متهم بفساد دي براك فائي انا بشوف في عفريريا في العالم العربي انه يكون فرهي سوز انا متهم وكل كده بانه كان فاسد بيقى تريريا سيد الصادق فالليما يكون نحنا نمازيجنا التاريخية دي والناس اللي اللي يعني الناس بيكرموهم يعني حسن قدربنا مثلا قبل كده لدكتورة ابو كشوة يتعال تكون بتسمح فينا قلت له عندنا كريس فريمان دا اللي هو كان مؤسس الانوفيشن دا في عمع الساسكس لما نيجي الجامعة يجي يزور النايفي الساسكس يا سيد الصادق الاسائل ما بيقدروا يسلموا عليه الطلبة بي يحضلوه الواحد بالنسبة واندشرف انه يلاقي زول كتب النظرية بتاعة الابداع في العالم فطلبنا نحنا نحنا ناس وليما عندنا نفتخر بابنه فنتمنى انه النظرة لزادة عشان الشباب دا ذات يعرفوا انه عندنا قرص حضاري يدعم لهم في الاركايف ليكون تاريخ المهدية في البريديش ميوزيوم مذكور اكتر من هو مذكور في السودان في السودان في لكن ما بالطريقة المذكور بها واركايف هنا ونحنا نختم اللي غادة وشكرا انه يحتزر بيشدة لانه لأسباب كتيرة ما قدرنا الوكيد ذاته لكن شايف الثانه في هندريد سبيغادي لكن الفيديو دا سيسجي حي تخضط الذاته هو هايكو والله دي قريب شكرا جزيلا وشكرا اياه ميرفن ميرفن كمان سيهاله لانو ميرفن داي معه هي وردي بكم السودانيز نحن تستمثل يعني سيهاله with these people شكرا لك السلام عليكم رحمة الله شكرا السلام والله سعيدين جدا شكرا لك ونتمنى ربنا يدينا وكيد أكتر الحكنا معك ما بيخلص يا سيد السادق أنا للحيطة طلحتها كالا الصباح لكن نتمنى والله يعني يصير الخير شكرا لك ارجوك اذن 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 اذا نساعدنا ونفعلنا قليلا سوف يجعلنا مختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة